السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالوا ناخد مع بعض بقى ايه هي الحشرات اللي ليها Medical Importance واللي مهمة بالنسبة هم بيندركوا تحت 3 عائلات هم دول اللي فيهم الحاجات اللي ممكن تعمل مشاكل للبني أبنين الانسكتا والأركنيدا والكراستيش اول حاجة الانسكتا وهي العيلة الحشرات ودول كلهم زي ما انت شايف كده شبه الصرصار جسمهم متقسم 3 عائلات هيد ثوركس أبدومين عندهم ثري بيرز وفليكس وعندهم وان بيرو في أنتنة عندهم شنبات طويلة وفي منهم بيطير وفي منهم مش بيطير ودول منهم اللي بيطيروا عيلة منها النموس اللي هم الموسكيتوز منها الفليباطومس اللي احنا اخدناها بتعمل الشمانية ومنهم الفلايز والبقين اللي مش بيطيروا الفليز اللي هم البراغيت والبقز اللي هم البق والأمل اللي هم اللايس بعد كده عندي عيلة الأركني ده ودي العنكبوتيات وده زي العنكبوت اللي قدامي اللي جسمه بيبقى ورعا حتة واحدة طالع لها كابيتيولم وعنده أربع بيرز أوفليكس ودول منهم التكس اللي هم القرادة اللي بتنقل البابيزيا وبابيزيا ومنهم المايتس أو العكتة واخر عيلة هالس هي عيلة الكراستيشة ودي عندها كفالوثوركس راس الجنبرياية بتبقى كبيرة ليه علشان عندها كفالوثوركس هيدوثوركس لسقين في بعض وبعد كده عندها سجمينت بابدومن عندها فور بيرز أوفليكس برضو لان الجنبرياية يرجي لها كتير وعندها تو بيرز أوف أنتنة بير قصير وبر طوير وما عندهاش طبعا أي جناحات أو أي حاجة لإنها بتعيش في الماء ومش بتطير والكراستيشة ده الوحيد في العيلة دي المهم هو حاجة اسمها السايكلوبس اللي هو برغوت الماء وده اللي بين الثلاث حاجات بحرف الدي ثلاثة هلمانثيس بحرف الدي ضايف اللي بودريام لاتب ضايف اللي بودريام مالسوناي والدراكينكلس مديننسيس في جملة كده بتتقال إن أنا عندي الموسكيتو والفليز الموسكيتو لما بتحب بتخلف بتحط بيضة والبيضة بتدي لارفة واللارفة بتتحول إلى بيوبة والبيوبة في الآخر تديني موسكيتو واللارفة والبيوبة اللي هم على العائل الصغيرين مختلفين تماما تماما في الشكل عن الأضلط الكبيرة فده بنسميه تحور كامل كومبيليت ميتامورفوزز أو هولوميتابيولوس أما البقاية والليصاية لما بتحب بتتكاثر بتعمل إيه بقوا ليس والتيكس والمايتس والحاجات دي كلها دول بيعملوا إيه البقاية بتخلف بيضة والبيضة بتجيب نيمف والنيمف ده بيبقى شبه ماما بالزبط بعدين لما يحب يكبر يكبر شوية كده بيتحول إلى ماما اللي هي الأضلط بج يبقى النيمف شبه ماما بالزبط ولكنهم إيه سيكشالي إيماتيور وأصغر في الحجم فده بنسميها تحور ناقص إيه بقى أهمية الحشرات أول حاجة إن هي ممكن هي تعمل ديزيز أو إن هي تنقل ديزيز طيب دايركلي بتعمل إيه؟ إنتموفوبيا أول حاجة أنا لما بشوف صورصار بترعب إن فينوميزيشن العيلة بتاعت الأركني دا كلها ممكن تحقن سيم زي العقارب زي العناكب زي التكس إن هي تدخل تحت الجلد وتعمل لي مشاكل زي السكيبيس طبعا إن هي تبقى عاملة زي إكتو بارازايت بيست أو إكتو بارازايت زي الهارد تيك اللي بيت في الراس وكلها جوه جلد العيان يبقى كل دي حاجات دايركت ممكن تعملي والأرتكارية طبعا من إن قرصت أي حاجة أي حشر من اللي بتقرص البنيان بيعمل حواليها أرتكال الديزيز ترونسيميشن بقى اتفقنا بطرقتين إما ميكانيكل أنا مجرد شيال بنق إلى المايكرو أورجانزما من الحتة الفلانية وديها الحتة الفلانية أو أنا بيولوجيكل ليه دور في نقل الدزيز الميكانيكل إن دايركت ميكانيكل ترونسيميشن دا الكونتاميناتف إنفكشن اللي مختصة به الماسكا دوميستيكا هي الماسكا دوميستيكا اللي بتعمل الميكانيكل دا ودي كل شغلتها إن هي بتقف بتروح تقف على الزبالة تشيل منها كل البكتيريا والفيروسات وتروح تقف على الأكل بعد كده حطه فيه كل البكتيريا والفيروسات يبدأ إن دايركت ميكانيكل ترونسيميشن أو كنتاميناتف إنفكشن ومهم جدا الدايركت ميكانيكل ترونسيميشن دا بتعمله دبانة واحدة في حياتك اسمها استوموكسس الدبانة اللي اسمها استوموكسس دي اسمها ستبل فلاي عايشة عند الستبلات جنب الحصنة دي بتعمل ايه؟ تروح تقرص الحصان تاخد من دمه أنيمال تيربانوزومة من تروح تقرص البني آدم تحط جوة دمه الأنيمال تيربانوزوم بسمناها دايريكت ميكانيكال ترونسميشن لأن هي ميكانيكال ملهاش دور في نقل الدزيز ولكن دايريكت لأنها بتقرص وبتحط عن طريق الدم البيولوجيكال بقى عندي بروباجيتف يعني زي تكاثر في العدد يبقى البيولوجيكال دا بيحصل جوة الحشرة تكاثر في العدد دا بيحصل مع الفيروسالي تتبين بالأيدس وبيحصل مع البكتيريا زي مرض الطعون اللي بينقله الفلي يبقى بروباجيتف تكاثر في العدد سايكلو بروباجيتف وسايكلو ديفلوبمنتل سايكلو بروباجيتف هو تكاثر في العدد وتغير في الشكل وده بيحصل مع البروتوزوات زي المالاريا زي الليشمانيا زي تربانوزوم سايكلو ديفلوبمنتل ده بيحصل فيه تغير في الشكل فقط والحجم فقط لكن العدد بيبقى ثابت وده بيحصل برضه مع المسكيت ولما بتنقل الفيلاريا اللي هما الوشيوريا والبروكيا واللوة لوة والحاجات دي ترونس ووفيريان يعني بتنقل من جيل لجيل وده بيحصل مع التكس التكس بينقل الانفكشن أو البابيزيا مثلا للأج والأج بينقلها للارفا والارفا ترجع تنقلها تاني للتك وهكذا ويفضل كده لمدة 8 أجيال وربعة أنقل في نفس الأورجانيزم عن طريق الترونس ووفيريان طيب بعد كده ناخد الحاجات اللي ليه اتفقنا اننا كان عندي 3 نموسات مهمين النموس نموسة الأنافلس ودي مهمة جدا في المالاريا نموسة الكيوليكس ودي مهمة جدا في الفيلاريا أو الشريريا بانكرافتي والأييدس اللي بتنقل كل الريفت فالي فيفر الريلو فيفر فيروس الدينجي فيفر الريفت فالي اللي هي حم الوادي المتصدع الحم الصفراء وحم الضنك اللي هي بتعمل تكسير العزوم أو حم تكسير العزوم الكنترول بتاع الموسكيتو اللي بيبقى موجه للأكواتيك ستيجس وللقضل الكنترول بتاع الموسكيتو من الحاجات المهمة ان احنا نعرفها أول حاجة الأكواتيك ستيجس يعني ايه يعني اللارفا والبيوبا اللي بيعيشوا في الميا ممكن ان انا اماوتهم عن طريق الميكانيكل ان انا اغير نوعية المية اللي بتبيط فيها الموسكيتو اللي نوعية ما تعرفش بتبيط فيها تاني من ناحية القضل ممكن استخدم برضو الميكانيكل كنترول عن طريق ان انا استخدم النموسية او اعمل البيولوجيكل ان انا جيب حاجات تتغذى على اللارفا والبيوبا زي سمكة الجامبوزيا أفينيس سمكة الجامبوزيا دي بتحب تتماشى كده وتجري ورا اللارفا والبيوبا بتاعت الموسكيتو تاكله او الكيميكال ان انا استخدم سم عندي انواع من السموم زي المالاريول والمالاريول ده مبارعا زيت بيترش على سطح المية فبيقف الفتحات التنفس بتاعة البيوبا واللارفا والباريس جرين وده عبارة عن بودرة ستمك بويزن فده بيموت لي اللارفا بس لكن ما بيموتش البيوبا لان البيوبا مش بتاكل من الادلت ممكن استخدم حاجة اسمها ميل ستيريلايزيشن ان انا اعقم الميلز اخليهم ما يعرفوش يخلفو او استخدم الانيمال بارييرز لان معظم الاسبيشيز بتاعتها الموسكيتو زونوتك محبة للحيوانات فانا اعيش الحيوانات جنبي تيجي الموسكيتو تبص علي وتبص على الحيوان تقرف مني هي زونوتك بتحبه زوفيلك بتروح تمص دم الحيوان وتسيبني انا في حال اللي بعد كده عندنا الفليباطوماس بابتاسيوي وده الفيميل بتاعتها بس هي اللي بتقرس برضو دي مهم اوي في جملة فيها ان هي ويك فلاير هي مش بتطير مسافات طويلة هي تاند توهب وعلشان كده اللي شمانيا او الديزيز اللي بتنقلها الفليباطوماس مش بتنتشر على نطاق واسع ولكن بتبقى فيه ايزوليتد باكتز بتنقلي اللي شمانيز ورويا فيفر ودي حاجة بكتيريا ساند فلاي فيفر دي حرارة بتقعد مع العيان ثلاثة ايام كده ودي فيرال ديزيز وحرارة اللي هي بتبقى ايه شوية ألورجي مكان القرصة اللي هي بتقرسها للعيان عندي بعد كده الباكس ودول منهم نوعين نوع البيت باك البيت باكس ده بيتماشى بالليل يقرس العيان بعدين يسيبوه يروح البيت باكس ده طيب ما بيعملش حاجة شوية انزومنية وإريتابلتي للعيان اللي طولي الليل بيتقرس ده ممكن ابحيس قالت انها بتنقل الهيباطايتس بي فيروس بس هي مش حاجة ممكن يعمل مكانيكال ترانسميشن كمان اما الوين جد باكس اللي هما ترياتو مورودنس في دول اشرار بينقلوا حاجة اسمها شعجاز ديزيز او التربانوز هما كروزي والباكس الميل والفيميل اللي اتنين بيقرسوا مش الميل بس مش الفيميل بس عندي بعد كده الفلي والفلي ده برغوطة سوغننة حشرة سوهو ده صغيرة بتعمل ايه بتتنطط بتتنطط لو حد شاف برغوط استحالها يعرف يمسكه لانه بينقل تنطط قفزات سريعة جدا عشان الرجليه بتلعب حديد رجليه تخينة كده وقوية فبهو بيعرف ينط بينقلي عام حاجة البلايك البلايك بينقله anterior station ان هو بينقل المرض الطاعون عن طريق الارصة بتاعته بينقللي endemic typhus بي حاجة اسمها endemic typhus والendemic typhus ده بتاع الفران عشان كده اسمه murine typhus وintermediate host البعض assist toads زي مين فاكريني النانا كان عندها الفلي بردو intermediate host وبيعمل حاجة اسمها shiger's disease او shiger's disease والshiger's disease او shiger's disease ده عبارة عن برغوتاية اسمها tanga penetrans موجودة في الاماكن tropical والtanga penetrans دي لما بتبقى حامل بتحب بتدفن نفسها بين صوابع العيان فتدخل بين صوابع العيان وتعمل نفسها ألصر كده بتعمل swelling والسويلنج ليه ألصر علشان تنزل البيض بتاعها في التربة في الاماكن المحيط فبتعمل للعيان انتفاخ وتورم وinflammation وريدنس وهكذا وهي علاجها ان انا اشيل هذه البرغوتا من بين صوابع رجليه واقوله يلبس جزمة ومشيش حافي ده الحاجات اللي بتنقلها الفلي اللايس بقى اللي هي الامل ما هي الامل الامل رجليه عندها مخالب عندها مخالب زي بتاعة الكابورية عشان تقفش في الشعراية لان امل يعني شعر لازم يعيش على شعراية عندي pediculus humanus corporis اسمها pediculus humanus corporis كوربورis يعني الجسم دي شعر امل امل شعر الجسم اسمها body loss ودي اللي بتنقل بعض diseases بتنقل الحاجة اسمها epidemic typhus الامل بيفضل قاعد على جسم البنياء دم ما بيسيبوش ابدا 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 الا لو حرارته علية او حرارته قلت يعني لو مات او جاله fever او جاله disease فعشان كلا بتنقل epidemic diseases دايما بتنقل الانفكشن من شخص للتاني epidemics فكل حاجتها epidemic epidemic typhus epidemic relapsing fever وتنقل حاجة اسمها trench fever دول rickettsial disease يبقى epidemic fever والtrench fever دول rickettsia sorry epidemic relapsing fever دي بكتيريا والepidemic typhus والtrench fever وبعد كده عندي بقى الhead and body loss اللي اتنين مع بعض اللي هما pediculus humanus corpures والpediculus humanus capitis اللي اتنين بيعملوا مرض الامل بقى الحد يبقى مقامل اسمه pediculosis او vagabond's disease طبعا harsh و thickening وباتشز على ال skin اللي فيها مكان الامل ممكن تعمل العين انيميا بعد كده عندي املة اصننة اسمها pubic claus او cirrus pubis دي بقى بتنقل ايه دي بتعمل blush discoloration برضو inflammation في منطقة pubic area لانها الاملة القصيرة وقعدة في حتة قصيرة وممكن تيجي على شعر الهارد تيك دي بقى ايه بتدفن رأسها تحت جلد العين فبتعمله درماتوزز في المكان اللي قاعدة فيه وبتحقن سم فممكن تعمل ascending paralysis بتنقل البابيزيا viral encephalitis lyme disease وبكتيريال disease وبعض drickettsial diseases الصوفت تيك طيبة بتنقل حاجة واحدة في حياتها اسمها endemic relapsing fever اللي هي بوريليا دوتون الهارد تيك وصوفت تيك بين اله diseases ازاي بين اله diseases anterior station عن طريق الارصة في الصلايفة وبosterior station عن طريق السطول بتاعهم ممكن برضو لو حصل crushing للسطول او يعني السطول بتاعهم موجود على السكين وانا غرشت ودخلت في اي سكين abrasion ممكن ينقل infection وترونس اوفيريان ترونس مشل عن طريق اي الاوفا الميتز في منهم واحدة اسمها trombicula اكاموشي يبقى انا عندي الميتز دول ستة حاجات اول واحدة في واحدة اسمها trombicula اكاموشي الترومبيكول اكاموشي دي اللارفة بتاعتها بس هي اللي بتمص دم العيان تتغز عليه وبتع الحاجة اسمها shigars dermatitis يبقى بتعمل لذيز dermatitis مكان ما بتقرس العيان اسمه سموها tutsugamushi fever بتعملها ريكتسيا اسمها rikitsia tutsugamushi يبقى rikitsia rikitsia tutsugamushi المرض tutsugamushi fever الميتايا اللي بتنقله trombicula اكاموشي وهي بتنقل الديزيز ده anterior station posterior station trans ovari and trans stedial transmission trans stedial يعني ايه يعني عندي اللارفة دي بس هي اللي بتقرس البني قدمي فاللارفة دي بيفضل المرض جواه لحد ما تكبر وتبقى adult وبعد كده الادل تنقلها للوفا كالوفا تنقلها للارفة علشان اللارفة اللي جاية دي هي هي اللي تنقل التزيز للبني قدمين ده بيسمو trans stedial transmission from stage to stage stage to stage عندي domestic mites وال storage mites domestic mites دي بتبقى موجودة موجودة في فتاحات التكيف والقبيب التهوية storage mites دي اللي بتبقى موجودة في الماكرونة والجبنة والحاجات دي بيعملوا dermatites بسميها storage mites بسميها grossers each الانواع اللي بعد كده من الم mites المهمين جدا عندي حاجة اسمها sarcoptesis escapiai ودي اسمها l-each mites لانها بتعمل مرض الجرب او مرض الاسكيبس وعندي demodex foliculorum اللي هي ال-hair follicle اللي بتبقى موجودة في ال-hair follicles واحدة اسمها demodex brevis موجودة في the spacious grand وهم اللي بيعملوا الاكني او بيبقى لهم دور في حب الشباب او blackheads او blepharitis او الحاجات اللي ايه اللي في الوش بيسمهم folicul mite او بيعملوا disease اسمه demodecuses sarcoptesis escapiai لازم يتنقل direct contact تلازم بقى فيه contact بين الاشخاص المعديين او ممكن عنصري clothing او bidding وبيحتاج overcrowding دي اماكن محددة بيجي الاسكيبز ده وبيتعرف منها وبتشخص منها بين الصابع interdigital على الرست والقلب والأجزلة inframammary على الback او الانجوان الريجون اللي بيحصل ان فيه intense itching بالليل العين وهو نايم مع زيادة الدفع وزيادة العرق والكلام ده ممكن يحصل intense itching سببه type 4 hyper sensitivity reaction وبيتعمل serpigenous tracks كده في السكين زغنانة يعني على قد الميطايا مع مالها تعمل tracks وأنفاء تحت الجلد يحصل عليها secondary infection في تتحول الى papule physical postule او اي حاجة من دون فيه انواع اخرى زي nodular scapes وده بيعمل nodules وده بيجي ب7% بس من العينين في infant ممكن يبقى فيه atypical sites زي مثلا diaper region او palm soul او في حاجة اسمها crusted او nirwegan scapes وده بيحصل مع immunocompromised individuals بيحصل ممكن في المستشفيات بيبقى في severe generalized scaling and crusting وآلافات او ملايين من الميت جوه lesions بتاعة العين وممكن يعمل كمان حاجة اسمها post streptococcal glomerulonephritis بسبب secondary infection بالstreptococcal اما dimodicosis بقى فقالك ان folical my دي موجودة عند البني ادمين بصورة عادية جدا وممكن تبقى قاعدة كاريير يعني ما بتعملش اي مشاكل الحاجات اللي بتخليها تتوحش مرة واحدة كده وتعمل مشاكل يكون بيستخدم على طول حاجات oil based cleansers غسول للوش oily based مش صابون ومية واهم حاجة حنعرف من هذا الدرس ان الصابون والمية وغسيل الوش بالصابون والمية حاجة مهمة جدا جدا عشان اتخلص من الدهون اللي موجودة على وش التشخيص بتاعها بقى بناخد من الترمين علشان هي دي اللي بتبقى موجودة فيها الادلت ممكن استخدم عليها اول ما ااخد العينة حط كي او اتش علشان يدوب اللي موجود وعرف اتفرق بس اول ما احط الكي او اتش لازم افحص على طول لانه هو هيدوب لي الميت كمان او ان انا استعيد عن هذه القصة بان انا استخدم منيرال على طرف النص للحاجة اللي انا باخد بها العينة علشان بتلزق عليها الميت والأجز استخدم الدرموسكوب وده عبارة عن حاجة زي هاند لانس كده اشوف الميت بديبقى لونها رفركتايل وايت واشوف الأجز بتاعت الديمو ديكوزز بقى باخد مسلا من الاسكين او من الفوليك الكونتينت افعص الفوليك الكده اواخد ايلاش ممكن بقى عادة في الايلاش وادور عليها المفروض ان هي طبيعي موجودة فانا بشوف الاستيميشن للدينستي بتاعت لو فيه اكتر من خمس ميتات او موجودة في اكسترا فوليك ده معنى انها باثوجين العلاج بقى العلاج في السيركوبتس كبياي عبارة عن مراحل اول مرحلة هتقول العيان هيستخدم فرشة خشنة وياخد هوت سوبي باس ويدخل ياخد اشعور بالفرشة الخشنة دي او بالليفة الخشنة علشان يفتح الطانلز وبعد كده يحط الادوية اللي احنا هنقول عليها المدة من 8 ال 12 ساعة طول الليل على جسمه كله كله بالذات في الاطفال الصغيرين لان هم بيجي لهم فقات وبياخد جسمهم كله بعد 12 ساعة ايه نشطف هذا الدواء ايه هو بقى الدواء حاجة اسمها برمثلين كريم برمثلين 5% كريم او جام بنزين اللي هو اللندين 1% لو انفنت هنستخدم حاجة اسمها كروتاميتون 10% بعد كده لازم نريبيت افتر ويك ونعالج الفاميلي كلها ليه طبعا لانه هايلي افتر ويك علشان تكون بقى المايتات الجديدة اشتغلت تاني او ممكن يكون حصل افتر ويك بالنسبة اللي دي واستخدم برضو الكريم او الحاجات الزيادة ايه الحاجات الاورال اللي ممكن استخدمها في النورويدل بديهم كورتوكوستيرويد في النورويد بديهم ادواء بالبق اسمه ايفر ميكتن وممكن استخدم مراهم زي السلسلك اسد انبتروليوم حاجة كيراتوليتك مع ديموديكوزز ممكن ادي برضو الاورال ايفر ميكتن او المترو نيدازول لما نيجي بقى ايه الحاجات المهمة او التعليمات اللي هتقولها للبيشنت هتقوله ان الهدوم والملايات والحاجات دي هتتغلي او هنخزنها عشر تيام في شنطة بياج مقفولة شنطة زودة مقفولة عشر تيام هتكون الجواها ايه ماتت في عيان ديموديكوزز هنقوله ممكن بعد ما تغسل وشك ميا والصابون وعلى طول ممكن تروح تعمل كمان جلسات تأشير ممكن نستخدم الانتي هستامانيكس والانتي بايوتكس لو فيه سكندري بكتيريا الميتايا اللي بعد كده حاجة اسمها الهاوست داست ميت او الدرماتو فاجويت الدرماتو فاجويت دي او الهاوست داست ميت هي المسؤولة عن البرونكيا بتجيب للعيان في صورة برونكيا الازمة الحساسية الموسمية وبتبقى الاعراض بتاعتها طول السنة مش موسم او موسم لا بنشقصها ازاي بناخد داست سامبلز من المكان من الهوم مثلا وفيه كده اسمها بتشوف يعني بتفحص لحاجات كتير وبتشوف بتاعت الهاوست داست ميت دي موجودة ولا لأ ممكن اعمل سكين تيست للعيان نفسه ادور على سيرام اي جي اي او ال اي جي فور علاج هاموين لسيمتماتيك وممكن استخدم حاجة اسمها دي سينسي طبعا لما بيجي نعمل كنترول لازم كله هيبقى مواجه ناحية التهوية كويس للبيت ان الملايات والحاجات تتغلي ان استخدم الماكنسة الكهربائية ما استخدم مش المقاشة عشان بتعمل عاصفة ترابية في البيت فتحات التكيف اعمل عليها فلاتر وممكن اتجيب الشركة الالمانية لابادة الحشرات تترشيلي حاجة اسمها دي كل شهرين لثلاث شوهر اخر حاجة بقى نتكلم عنها هي حاجة مهمة جدا اسمها التدويد او المايزز والمايزز معناها ظهور يرقاط الزباب فيه جروح البني ادمين لانها بتتغذي على التشوز وحسب نوعية التشوز اللي بتتغذي عليها بنقسمها تقسيمات اول تقسيمة هي فيه الاكسترنال مايزز والانترنال مايزز على حسب الدزيز فيه الاكسترنال مايزز فيه نوع منه كيوتانيوس يبقى على الجلد وده منه ثلاث انواع النوع الاولاني حاجة اسمها كريبينج ايرابشن بتشبه الكيوتانيوس لارفا مايجرانز ودي بتعملها لارفي والتانية اسمها هايبودرما تحت الجلد هايبودرما جاستروفيلس وهايبودرما بعد كده عندي نوع من النوديولر مايزز وده بيعمل نوديولز في السكن ودول دبانتين دبانة اسمها كورديلوبيا ودرماتوبيا كورديلوبيا والتانية اسمها درماتوبيا بعد كده فيه الووند مايزز والووند مايزز ده بيحصل على اي جروح واللي بتعملهم الدبان اللي هما الميتاليك فلايز اللي ألوانهم حلوة اليوسيليا والكاليفورا بعد كده عندي نيزل مايزز نيزل مايزز ده بيحصل لو فيه كرونيك ديستشار جرحته مش لطيفة من النوز اللي بيعملوه الساركوفيجا هو الفارش ساركوفيجا هو الفارش وده خطورته انه ممكن يعدي يكسر النيزل سيبتم ويعدي للبراين ويعمل مشاكل خطير الأورال مايزز في الودان اللي بيعملوه برضو ساركوفيجا والفارشة ومعاهم واحدة اسمها كرايزومايا أوكلر مايزز في نوع منه اكسترنال مش خطير قوي ودي دبان اسمها الأسترس بتخبط في العين وتروح حتى اللارفة بتاعتها اللارفة بتاعتها عليها هوكسبة بتبقى very painful والانترنال بيعملوه نفس اللي بيعملوه الكريبينج ايرابشن جاستروفيلس وهايبو ديرنا الانترنال مايزز أقل في الخطورة بكتير الانتستان الميزز ده حاجة اكسيدنتل ان اللارفة تبقى موجودة في الأكل وبعدين تبلا المسكة بتعمل الحاجات دي قوي الساركوفيجا الكاليفورا دول ممكن يعملو انتستان الميزز في دبان اسمها فانية ودي دبانة بتحب تقعد في الحمامات فممكن اللارفة بتاعتها تدخل عن طريق الاينس وتعمل برضو انتستان الميزز يوروجينيتال مايزز بنفس الطريقة الفانية ممكن تعملها والجاستروك مايزز بدبان اسمها إيرستانس بنقسم بقى الدبان ده إلى نوع متوحش بياكل هيلثي تيشوس مش لازم التيشوس تبقى ميتة علشان يقدر يتغذز عليها ودول هم بتوع الكيوتينيس مايزز درماتوبيا والكورديولوبيا والجاستروفيلس والهايبودورم يبقى الاسبيسيفيك مايزز أول واحدة منهم هي الدرماتوبيا ودي بتحب تحط الإجزة بتاعتها على أي موسكيتو والموسكيتو تروح تقرص البني آدم فالإجزة تفقس هناك واللارفة تخبط في العين وإيه وهكذا وبالسكن سوري وتعمل النوتيولار مايزز كورديولوبيا دي بتحب تحط الإجزة على الأرض أو الجراوند أو الهدوم اللي مش نضيفة عليها عرق أو منادية يعني وبعد كده عندي الأستروس برضو ممكن تعمل بتعمل أكيلور مايزز اللي بتخبط في العين وتحط اللارفة بتاعتها في العين والساركوفي جولي والفارشية برضو من الحاجات اللي ممكن تعمل سبيسيفيك مايزز سيمي سبيسيفيك مايزز وهي لارفة أساسا بتتغذى على الديد تيشوز ولكنها في ظروف خاصة ممكن تيجي تاكل ايه الديد تيشوز اللي هي الووند أو ديد تيشو في هيلثي انديفيدويل زي الكاليفورا والليوسيليا والساركوفيجا والولفارشي الأكسيدينتال مايزز ده بيحصل حاجة عارضة زي الماسكا والبيوفيلا البيوفيلا كازياي دي يقولوا عليها الدود الدود تلمش بتاعت الجبنة يعني بديء البيوفيلا كازياي ممكن تعمل أكسيدينتال مايزز تعال بقى ايه؟ الدياجنوزز بتاع المايزز بطريقتين اللارفة دي بتبقالها الاتنين اللي تحت دول اسمه بستيروس بايرجلزين قططين السود دول بستيروس بايرجلز دول فتحات التنفس اللي بتتنفس بيهم وشكلهم مختلف من اللارفة للتانية ولذلك ممكن أفحصهم فأعرف منهم ايه دي اللارفة بتاعت أنهي واحدة أولا أنا جيب اللارفة وربيها عندي في المعمل لحد ما تكبر أول ما تكبر ايه ده بقت خضرة؟ دي بقى دي كاتلوسيليا ايه ده بقى اتبطناها من قطة؟ دي كاتف الفارشة وهكذا البيدينج تقدل تستيج وعن طريق الميرفولوجي أتعرف على هي اللارفة بتاعت أنهي دبات علاجها ان احنا بنشيل اللارفة دي إما سورجيكل باستخدم مثلا امانوال او سورجيكل افتر انفيزيا علشان اللارفة ما تقاومنيش يعني أستخدم دوشيز او سوستوس سيستوسكوبي في حالة اليورجينة المايزز او صلاين برجو في حالة الانتستينا المايزز انتي سيبتكس وانتي واتيكس مهمين عشان ممكن يحصل الجروح بتاعتهم تتعمل عليها secondary infections إزاي أقدر أمنع ده عن طريق insecticides عن طريق food and wound protection هنجمع بقى الحاجات اللي قلناها كده في تجميعة لطيفة أول تجميعة إيه هي الهلمينثيز اللي ممكن ينقلها حشرات الوشيريريا بنكرافتي والبروجيا مالايي ودول بتنقلهم النموسات اللي أشهرهم الكيوليكس البروتوزوة اللي بتنقلها حشرات أنا عندي المالاريا ودي بتنقلها المسكيتو اللي اسمها أنافلس والبابيزيا ودي بينقلها الهارد تيكس الشاجس ديزيز أو الأمريكان تريبانوزومة ودي بتنقلها الوينجة باكز الليشمانيا ودي بتنقلها الفيليب باطوماس أو السيند فلاي طب إيه الفيروسز اللي بتتنقل عن طريق حشرات الاييدس المسكيتو اللي اسمها اييدس بتنقل لي ييلو فيفر دينجي فيفر رفتب علي فيفر وعندي الفيرال انكفالايتس كمان وده ممكن تنقلوا الهارد تيك كمان مع النموس والبيت باك بتنقل الهيباتايتس بي فيروس والفيليب باطوماس بتنقل الحاجة اللي كان اسمها ايه السيند فلاي فيفر طب إيه هي البكتريال الديزيزز اللي ممكن تتنقل عن طريق الحشرات الايبيديميك ريلابسينج فيفر واللي بينقلوا اللايس والإنديميك ريلابسينج فيفر واللي بينقلوا الصوفت تيك الايبيديميك ريلابسينج فيفر ده كانت بتنقل بكترياية اسمها بوريليا لكرانتس أما الـ Endemic Relapsing Fever اللي بينقله Soft Tick فدي كانت بكترياية اسمها Borrelia Duton الأورويا Fever كانت بتنقلها الفلباطمس وده Bacterial Disease الـ Plague أو الطعون اللي هو البكترياية اللي اسمها Yersinia Pestis ودي كانت بتنقلها Fleas والـ Lime Disease اللي كانت بتنقله Hard Ticks الـ Racketial Diseases بقى عندنا ثلاثة طايفس Endemic Typhus أو Murine Typhus بتاع الفلي Epidemic Typhus بتاع اللي سكروب Typhus Tutsugamush أول واحد السكروب Typhus أو Tutsugamush Fever كانت بتنقلها Trombicula Acamush والـ Racketia كان اسمها Racketia Tutsugamush الـ Endemic Typhus أو Murine Typhus ده كان بتعمله واحدة اسمها Racketia Typhi وبتنقله الفليز الإبيديمك طالما قلت Epidemic Typhus يبقى ده بتنقله الليس على طول والـ Racketia كان اسمها Racketia Prozac Racketia Prozac كان فيه Racketia تانية اسمها Racketia Quintana أو Jigar Disease دي كانت مين اللي بتعمله كانت الفلي اللي هو كان بتعمل بالـ Tonga Penetrails طيب مين اللي بين الحاجات Anterior Station عن طريق البايت ومين اللي بين الحاجات Posterior Station عن طريق السطول Anterior Station الموسكيتوز الفليباتوماس اللارضة بتاعت Trombicula Acamushi طيب الباستيريو ستيشن ده كان عن طريق الـ Skin Contamination بالسطول أو الكراشنج وإيه؟ أو الهاليشن أوف درايت فيزز ده كان بيحصل مع الطايفس ما كانش بيحصل مع الترينش فيفر مين بقى اللي بينقلوت عن طريق الباستيريو ستيشن عن طريق الكراشنج أو الـ Skin Contamination الفليز واللايس والترياتوما الفليز واللايس والترياتوما مين الترياتوما دي؟ اللي هي الـ Winged Bugs كانت بتنقل Contaminative Infection لإيه؟ للتريبانوزومة كروزي أما الفليز في نقل البلايك بس كانت بتنقله عن طريق الصلايفة يبقى الفليز في البلايك كانت بتنقله عن طريق إيه؟ الصلايفة مين بيستخدم Anterior Station و Posterior Station اتكس؟ كانت بتعمل الاتنين وبتعمل معاهم ترونس وأوبرين ترونس ميشن اللارفة بتاعة ترونبيكلا أكاموشي كانت بتنقل Anterior Station وكانت برضو بتعمل ترونس وأوبرين وترونس ستيديال ترونس ميشن تانكيو أتمنى تكونوا استفدتم معا